تحذير هام لو حضرتك مؤمن البرنامج ده ممكن يكفرك لو حضرتك صايم البرنامج ده ممكن يفطرك ولو ما بتحبش التفكير البرنامج ده أكيد حيفكرك الزعل ممنوع واللي بيزعل يقوم وتعويره في الوش مفاش معلش رمضان كاي آية وتعليق آية كتيرة يا حامد حفظناها في القرآن من غير ما نفهمها وفي آيات تانية فهمناها أو يعني توقفنا عندها وسببتنا مشاكل وحاولنا نتساءل معناها ايه وليه كده بس عشان نعرفين ان ده من عند ربنا وعرفين ان ده الكتاب لي قدسية واننا بنعوم لها بنفوتها لحد ما بعدنا شوية وبقى بيننا وبين الآيات دي مسافة يبتدنا نشوف طبعا البلاوي السوداء اللي فيها طب هي رأيك نخدها آية آية نمشي في القرآن كده ونخدها آية آية ونعلق عليها يلا طب نبتدي بايه يعني هي الآيات اللي كانت دايما بتستوقفني هي آيات التهديد ان القرآن مليان بآيات تهديد ووعيد ربعمائة مرة حتلاقي عذاب ومشتقات العذاب وأسماء الطامة والقارعة والجاسية والحطمة واللظة أسماء تفنن في الأسماء بس فيما راحل بقى للتهديد يعني أنا لما مسكت القرآن كده من أولو لأخرو بشوف التهديد بدأ ازاي وتطور ازاي وانتهى ازاي تلاقيه ان هو أول ما بدأ كان بيهدد الكفار بجهنم وبس آه في الآخرة يعني آه في الآخرة وبعدين ما جابش نتيجة بعد كده ابتدى يهددهم بقوم عاد وثمود وريحن سرسرن عاتية وغرق أنا في الدنيا بردو في الدنيا حيحصلون بلاوي لو ما أمنوش بيه قالوا له هات تعالي ما جابش فراح سايبهم وراح مهاجر راح المدينة ومن ساعتها بقى من ساعة ما بقى عنده جيش بيهدد بالسيف بس ما عادش لا بيهدد لا بجن لا بجحيم ولا بعذاب هو اللي بينفذ التهديد هو اللي بينفذ التهديد بنفسه وبيجيب حقه بإيده في الدنيا بقى مش حيسيب الموضوع للآخرة هو بداية يعني لما نشوف آيات التهديد من أولها تحس أن محمد ده باب كبير في القرآن على فكرة اللي هو الترهيب من الأبواب السبعة الترهيب والترهيب من الأبواب السبعة للقرآن فبادي من البداية بالتهديد هو من البداية داخل في التهديد على طول يعني لو أنت خدت أول سورة في القرآن اللي هي سورة العلق مش هتعدي عشر أحداشر آية وتبصت لقيه داخل بقى طاختي يعني المفهود اللي جاي برسالة اللي هي المفهود آخر رسالة للبشرية المفهود أول سورة في القرآن تكون جاية بسم الله الرحمن الرحيم أخوكم في الله محمد بن عبد الله وأنا جايلكم من رب العالمين برسالة فحواها واحد اتنين تلاتة أربعة فحواها مين رب العالمين ده آه يشرح لكن هو داخل طخ طخ وجهنم وحنكسر وحنعمل ومش عارفه بتاع داخل عنيف من البداية حاول تقرأنا كده آه سورة العلق شوف لنا من بعد الآية بقى حداشر كده وانت نازل آه هي كلها تسعتاشر آية يعني لو أخدناها من النص مثلا من الآية تسعة آه أراية الذي ينهى هو بيتكلم على مين تكلم عن أبو قهل يعني هو أبو الحكم اللي يسمى أبو قهل آه عشان كان بيغيزه هو أي حد بيغيزه هو كان القرآن كده بيدي اسمه آه أبو قهل طيب أراية الذي ينهى أبو الحكم عبدا إذا صلى أراية إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أراية إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى الحد الآن كويس يعني ماشي كلا آه لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ما عليش تساعدني فوقي إيه إيه الناصية دي لنسفعا بالناصية الناصية اللي هي مقدمة الشعر كده لنسفعا بالناصية يعني حندرجره من شعره يعني تفسير الآية كده وحيات أمه لو ما بطلش اللي بيعمل له ده لن يسحله نشده من شعره كده ده ربنا ربنا ونرميه في نار جهنا طيب نكمل ناصية كاذبة خاطئة يعني بيتكلم على الناصية فليدعو نادية سندعو الزبانية ايه دي فليدعو نادية سندعو الزبانية احنا بيعجبنا الشعر بقى اللي هي إياها بس ولا مرة بنفكر إيه هي يدعو نادية هو ربنا بيقول يعني حاجب رجالته حاجب رجالتنا وفارس لفارس يابا والميدان واسع لأ مش عارف ده كنت تعرف فيلم بوحة وولادة أبو اسماعين لأ تشتر منا في الحجن دين اللين بي مسج جنزير كده ورايح بقى يضرب ولادة أبو اسماعين من بكرة ما فيش أبو ولادة أبو اسماعين يا منطقة ما فهاش راجل ده أنا حراب بيكوا واحد واحد وخات حتت علقة بقى عفر انضرب ضرب فيها ورجع يعفر يا مشاهدي لو فيكي واحد بني آدم مكتوب في شهد الملأة بتاعته انه هو ذكر يظهر لي وجه آه علشان لكل شاب تخالق يعمل آنا آه واللي حيتعور يتعاوه آه وتعورت الوجه ما في أسمع ليه آه من الرحالة ما فيش أبو اسماعين وما فيش اسماعين فده ربنا يخاطب أبو الحكم آه نازل لمستوى جيب رجالتك أنا هجيب رجالتك هجيب رجالتك حيب رجالتي ونشوف بقى مين اللي هيكسب ورجالت ربنا مين والتعورة في الوجه ما فيهاش معلش وحنكسرك يعني فيه آية تانية في سورة القلم آه بيتكلم عن واحد تاني بقى الوليد ابن المغير ما هو ربنا قاعد بقى ما فيش غير هما السبعة تمانية بتوع مكة واخدهم واحد واحد ايه يتسلى عليهم وعمل حاله من حالهم آه ده بيتخانق معاه ده ماسك بقى الوليد ابن المغير بيقول ايه بيقول له وإيه بقى فيها بيقول له سناسموه على الخرطوم عارف سناسموه على الخرطوم دي ايه بيقول له حنعلم على المناخير الخرطوم يعني المناخير ده بلتاجي يعني دي بلتاجة تعرف البلتاجي اللي بيجي بفتح مطوى كده وروح علم واحد يمجده باشلاف وش اهنا في المغرب الان بيقوله تشارميل يعني ويقوله نعمل علامة نايك في وش يعني علامة نايك اللي هي العلامة الرياضية آه هو بالزبط كده هو البلتاجي اللي عايز يعني يفرد يعني سيطرته على منطقة معانا كده لازم يعمل شوية أعمال عم في كده تثبت وجوده ودي عالمين برضو سناسموه على الخرطوم ده كان الوليد ابن المغيرة فهو عامل حاله من أب الحاكم ومن الوليد ابن المغيرة بيقوله حنضربه بالبشلف هنحددله بالبشلف وش طب خلينا يقراها يعني نشوف هي بتقول ايه بقول سناسموه على الخرطوم خلينا خودها من 14 متا احنا ممكن نرجع لها بعد كده لأننا نشايف فيها عتل بعد ذلك زنيم وبعضين بيقول أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سناسموه على الخرطوم سناسموه على الخرطوم هعلم على وشه هعلم على منخيره بضربة كده تعرف أنا لازم التباري بيقولك عن قتادة سناسموه على الخرطوم قال سناسموه على أنفه هعلم عليه ربنا حيعمل معاه الصح بيقولك كده في مصر ربنا حيعمل معاه الصح ويسبته ويعلم عليه هو بالظب بشغل البلطة جاي طيب يعني إنسان لازم يفكر في الحياة دي بصراحة هو القصة كلها نحاول لك الحاجة هو محمد دخلته على بتوع مكة في البداية دخل الطفل على شوية عيال الكبار بلعبه أنا عايز ألعب معاك يا عمي إلعب يا ابني مش فضير لك اللعبة تمت خلاص مش عايزينك لا أنا عايز ألعب معاك ما رضيوش راح محدفهم بالطول جرحوا مسكين ورحوا مدينو على دماغه وحياتي وديني روح أخلى أخوي يجي يكسركوا كله وهو كده أخوه بقى مين جبريل رب العالمين زبانية جهنم هم دلي بيجوا ايه يتشددوا أبو لها بشتة يروح جاي مش عارف أمراتك مش عارف مين شتام ده أنا حنعلم لك على ما أنا خير شغلة بلطاقية فعل ببعض طيب إحنا حنكمل شرب شاي حنكمل على آيات التهديد والمشاهدين إنتوا كمان أعملوا شير واللي مش حيشير سنسيموه على الخرطون شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين